السلام عليكم ورحمة الله بدي أحكي اليوم عن الساروت الشهيد عبد الباصل الساروت واحد من أعظم رجالات الثورة السورية وكتير ناس شباب سألوني على العام والخاص أنه نحن لماذا لا نذكر لا نعرف قيمتهم إلا بعد رحيلهم لماذا لا نذكر محبتهم أو لا تتفجر محبتهم إلا بعد موتهم لماذا لا نرى أو نريهم محبتنا في حياتهم على الأقل لأن الآن مدحنا لهم هم الآن عند ديار الحق يشاهدنا أكيد نسأل الله سبحانه وتعالى لأنه بصراحة أخي العزيز نحن شعب ظلوم كفار يعني مش كافر يعني بمعنى كافر كفار يعني ناكر لأنه نحن حتى الواحد على الحياة أخي العزيز نلعن لنفضه من اتهامات وأشياء كثيرة فما أننا متعودين من واحد إذا كان في الحياة في حياته أنه نمدحه ونسوي أيقونة وهذا من طبيعة النفس الإنسانية الظالمة يعني على كل حال تعرض الساروت لحملات تنمر شديدة خلال ثورة سورية ظالمة وعاشة أربع حصارات أنا ليش عبي أحكي هذا كلام عبي أحكي هذا كلام لأني أنا عن جد مقهور مقهور من حجم النفاق اللي مارسه البعض والظلم الذي مارسه البعض تجاه هذا الرمز الأسطوري بين القوسين الساروت هو رمز لثورة سلمية هو رمز لحمل السلاح النظيف وحمل السلاح عمره ما كان يا شباب يعني خيار الشعب كان دائما خيار الدكتاتور هو الذي يدفع الشعب إلى ذلك عندما عاش الساروت الساروت في الحصار الحمص الأول خرج بيعجوبة لكي يحرض الفصائل الثانية فيها خمص وغيرها من كانت تلك الأمور على فك الحصار عنها وفشل ما راح إلى تركيا وإنما عاد إلى الحصار ليعيشه في موجته الثانية وهي موجة أكل القطط وأكل لحم الكلاب وأكل أي شيء أكل الخبز اليابس إن وجد يعني وأكل الحشائش اللي عشوها في حمص المحاصرة عندما خرج بحمص المحاصرة وقتها كانت بصفقة وقتها بتتذكروها مقابل شيء بصاب الشمال السوري تفاصيلها معروفة يعني هذول بيطلعوا هذول بيطلعوا على كل حال خرج هذا الإنسان على أساس يلتقي ويكون لها حاضنة يعني تحضنه لكن للأسف بقي ثمن أشهر وكل الفصائل خذروه وعاشها ضياعا وحصارا ثانيا ثالثا للأسف الحصار الرابع عندما يأس من هذا الموضوع عنده كتيبه وكتيب الشهداء البيضة لجأ لمنطقة بقرب حماس من رهجان أو شيء من هذا القبيل تعرض بألفين وخمسطعش لحملة تنمر ظالمة كانت يعني عنوانها للأسف عبدالباصل صاروت داعشي أو بايع داعش أو بايع هو نكر بهالشي بشكل تصريح وتلميح وبعت وكذا لكن كانوا مصررين هذول اللي بيعطوا صقوق ثورية ثورية للناس من أنا بسميهم صعاليك الثورة السورية أو قراد الثورة السورية عندما كان أي واحد ما بيختلف معهم فدائما بيدعوشوه وبحطوه بخانة داعش وهذا كلام يعني ما معروف هذا كلام بالسنة الالفين وخمستاش عالفين وستاش عاش الساروت وأنا أشهد حالة نفسية صعبة جدا كما أحد حتى يلجأ له كما أحد يسترجي إذا تصور معه مع الساروت يحطه على الفيسبوك أنا بتذكر يعني بس فقط اكتبوا على فيسبوك اكتبوا الساروت داعش وذكروا كانت حالة بتنمر من قبل أشخاص نعوه بكل نفاق وسووا الصورة بكل نفاق بعد ما ظلموه وقالوا فيه ما ليس فيه وأهانوه وحاصروه القادة فصائل السورية مدينين باعتدار للساروت لأنهم حجبوه عن القتال ومنعوه من دخول سوريا هلأ بحكي لكم عن هذه التفاصيل لأنا كنت طرف فيها يعني ما كنت طرف في منعه وكنت طرف في دخول في إرجاعه لسوريا هؤلاء النخب من يعانون من الانتفاخ الفيسبوكي الذين يعانون هيك بيفكر عنده صار عنده كم عجاب على كم كذا فروح يعطي شهادات للناس مثل بعض الناس شبناهم مؤخرا لما كنا نحكي عن الثورة السورية كانوا صف سابع أو تامن يعني صاروا يعلمون شون الثورة السورية وشون الإعلام وشون التعاطي طبعا أني أطفال ما يرد عليهم يعني لكن تخيلوا يا أخوي هذا مثلا على سبيل المثال واحد كاتب هاي صورة أنا حطيتها للصاروت بسنة الالفين وستعش أنا تصورت معه في إسطنبول كان وقتها منفي من من قبل جبهة النصرة وبعض الفصائل الأخرى مع بيسترجي لأنه كان مطلوب للمحكمة هلا بحكيكم أيضا عن قصتها كانوا فورا كانوا يقولون عملية تلمية جديدة للداعش هي الساروت من قبل خالد أبو صلاح وموسى العمر تخيل هذا هذا الإنسان وغيره أمثاله هن الذي نعوه بعدين وسووا أسطورة كل حوال هو الساروت مش بحاجة أنه أنتم تمدحوه بعدها المرحلة أصلا لا مدحكم ينفعه ولا شكمكم له يضره عاش هذا الحصار هناك عليه بعدين مع جبهة النصرة جبهة النصرة صار فيناته وبينه معارك تمكن من الفرار بعدين إلى إسطنبول عاش مو إسطنبول تركيا عاش سنة كاملة وهو يتمنى أن يعود إلى سوريا ويتمنى أن يعود إلى القتال القتال للنظام في الأخير طلب مثل يعني يدخلني في القصة بكواسط خير يعني مني ومن آخرين يعني والحمد لله قالوا يا أخي عن محكمة فراح ضل 38 يوم بالسجن بالمنفردة وبعدين لما طلعوا وصوى تسوية معاهم والحمد لله خرج وبدأ في حشد يلملم أوراقه ويلملم قواته أو اللي معاهم على كل حال عاش راح ولجأ إلى الله يحفظه وكتب الأمثال جميل الصالح في جيش العزة وقضى قربا منه ورحل إلى الله وإن شاء الله وتعالى يجعله في جنات النعيم لقى لش واحد بيزعل بيزعل أن الظلم قديشه صعب قديش هذا الإنسان هذا الشاب يعني صارت أصغر مني بعشر سنوات كم عمره صارت صارت كم عمره كنت هنا الآن 29 سنة لازم أو 30 سنة عاش ظلم ظلموا فيلق حمص وظلموا فصائل حمص وظلموا جبهة النصرة وظلموا أحرار الشام وظلموا الناشطين وتحمل ومع ذلك الحند لله أنه قتل بقصف جوي لروسيا أو للنظام وما قتل بنفخخة من داعش وهاي كانت أمنيته يعني الشاهد في واحد لما ذكرت أنا تكلمت عن ماها الخطيبة الله يرحمها ويجعلها في جنات نعيم أيضا قال يا أخي هذول للأشخاص لماذا بعد ما يموتوا تعرفوا قيمتهم يعني لماذا ما بنعرف قيمتهم إلا بعد ما هذا طيب هاي درس لك أنه أنه ما نكون نحن ظلمين أنه لا يعني تقتلوا أسودكم فتأكلكم يعني كلابوا أعدائكم كما قال أحدهم يعني فالقصد أنه نحن لازم نوقف أمام المرأة لازم نوقف أمام أنفسنا حلو الآن كثير من الناس الحمد لله خرجوا اليوم في مظاهرات وخرجوا كذا تحيي هذه الروح الطيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى سبحان الله يساروه علوم في الحياة وفي الممات لحق تلك أحد المعجزات كأن الناس حولك حين قاموا وفودوا نداك أيام الصلاة كأنك قائم فيهم خطيب أنه كلهم قيام للصلاة مددت يديك نحوهم احتفاء كذلك كنت أيام الصلاة المهم يعني هذه من الأبيات الشعرية التي ذكرها العرب سابقا في رجل كان عالي القدر في حياته ومات عالي القدر أيضا في مماته فأسأل الله سبحانه تعالى أن يرزقنا هذا الدرب ونموت على ممات عليه الساروت وأن تستمر هذه الثورة ويكون ما نراه الآن منها واجس وموجة ثانية للثورة السورية تمكننا من إسقاط هذا النظام البائد إن شاء الله وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله الساروت وأسكن وفزيح جنته ترجمة نانسي قنقر